اكتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير البيترول والثروة المدنية طارق الملة لاستعراض الأنشطة التنموية والاستكشافية للغاز الطبعي أوضح وزير البيترول أنه جار تنفيذ خطة لحفة 45 بئر للغاز الطبعي بالبحر المتوسط والدلتة باستثمارات تصل إلى مليار وتسامات مليون دولار شملت حفر عشرة أبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي 2022-2023 والتي أصفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف النرجس بالبحر المتوسط باحتياطات تقدر بحوالي تريليونين وخمسمائة مليار قدم مكعب غاز